العزة بالإيمان اللي هي الثقة في الله سبحانه وتعالى والثقة بإيمان الشخص العزة بالإيمان معناها أن ده أحد منطلقات الروح أحد تعلقات الروح بإيه بالضبط؟ بالشرع الشريف الشرع الشريف كله نور وكله رحمة وكله إنسانية وكله جمال وكله رحمانية إذا وجدت إنساناً اتصلت نفسه بالشرع الشريف من حيث أنه التزم الأوامر واكتنب النواهي آنس هذا الشرع فكان أهلاً لهذه القيم يعني العزة بالإيمان لا تزيد الإنسان إلا نبلاً ومروءةً ووفاءً ويعني رحمانية وإنسانية وما شابه هذه المصطلحات ده اسمه إيه بقى؟ العزة بالإيمان طب أمال إيه الاستعلاء بالإيمان؟ لا الاستعلاء بالإيمان ده شيء مختلف تماماً الاستعلاء بالإيمان معناه أن ده حظ من حزوز النفس معناه أن الإنسان ده هوت بيد النفس دعم من خلاله يقابل به كل من يخالفه أنا عايز المشاهد يركز أوه في المعنى يعني الاستعلاء بالإيمان هو أحد حظوظ النفس وهو لا يزيد الإنسان إلا غلواً وتكبراً وترفعاً عن الناس ليه؟ لأنه بيد النفس مساحة أنه يعلو على الناس وأنه ينظر إلى الآخرين نظرة دونية بل إنه من خلال هذا الاستعلاء ربما يتطاول على هذا الآخر وربما يتهم بالنفاق وربما تجاوز ذلك إلى أن يتهمه بالكفر لذلك الاستعلاء بالإيمان ده فكرة متطرفة ليست فكرة مستقيمة وليست فكرة منيرة يبقى هناك فرق واسع بين الاستعلاء بالإيمان وبين العز بالإيمان ترجمة نانسي قنقر